موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الرياضية يبدوها بأبرز العناوين موسيقى الرياضة النيابية تكشف عن توجهها لتعديل بعض القوانين الرياضية التي تم إقرارها سابقا موسيقى استعداد لنهايات كأسي آسيا منتخب الشباب يباشر تدريباته في معسكر تركيا موسيقى قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة للدور الممتاز الطلب يعلن رسميا تعاقده مع المدرب التونسي يامن الزلفان موسيقى موسيقى اهلا بكم كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية عن توجهها لتعديل بعض القوانين الرياضية التي تم إقرارها خلال الفترة السابقة وقالت عضو اللجنة اسمها كنبش ان هناك توجها نيابيا لتعديل القوانين الرياضية كافة بعد مراجعتها بشكل كامل وطرحها في جلسات مجلس النواب للتصويت عليها واضافت ان البرلمانة هو جهة رقابية تشريعية وليست تنفيذية لذلك على الجهات التنفيذية المتمثلة بالاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ان ترفع جميع القوانين التي تراها غير ملائمة للواقع الرياضي الى البرلمان تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة اعتذار من دانيال دور مدير المبيعات الدولية في ألمانيا لشركة جاكو وطوبيان روشل مدير التسويق التنفيذي للشركة عن الأحداث الأخيرة التي رافقت تمزق قمصاني عدد من لاعبين منتخب الوطني وتقدم الشركة جاكو للتجهيزات الرياضية اعتذارها الاتحاد العراقي والجمهور العراقي كافة عن الأحداث الأخيرة بشار قمصان لاعبي المنتخب العراقي التي تمزقت أثناء التحام اثنين من لاعبي المنتخب في مباراتهم أمام نظيرهم الإكوادوري في مدريد يوم الثاني عشر من تشرين الثاني الحالي باشر منتخب الشباب أولى تدريباته في معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية استعدادا لنهاياتك سياسيا التي تستضيفها أزباكستان وشارك في التدريبات ثلاثة وعشرين لاعبا وتركزت على بعض التدريبات الفردية والجماعية والتكتيكية وركز مدرب المنتخب عماد محمد على خلق مساحة من التنافس بين اللاعبين داخل تدريبات للوصول إلى الاستعداد الأمثل للنهايات الآسيوية من جانب آخر التحق المحترف في رديف نادي جوتبيرغ السويدي مهيب خلف بتشكيلة منتخب الشباب الذي يعسكر في مدينة أنطاليا التركية وكان في استقباله المنسق الإعلامي من المنتخب قحتان المالكي وعبر اللاعب فرسولي عن سعادته بتلك الدعوة الموجهة إليه من قبل الجهاز الفنين منتخب الشباب للتواجد مع المنتخب في المعسكر الحالي هذا ومن المؤمل أن يصل إلى مطار أنطاليا المحترف في الدور الأسترالي شرب الشمعون بالإضافة إلى آدم يوسف المحترف في الدور الدنماركي بينما تعذر التحاق المحترف في الدور السويدي أمين الحموي بالسبب الإصابة أعلن رئيس الهيئة المؤقتة لنادى القوة الجوية عماد الزهيري تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للهيئة كشفت إدارة نادي الطلبة عن تعاقدها مع المدرب التونسي يامن الزلفاني على تولي مهمة قيادة فريقها الكروي في منافسات الدور الممتازة وقالت الإدارة إن رئيس الهيئة الإدارية لنادى الطلبة تعاقدت رسمياً مع المدرب التونسي يامن الزلفاني خلفاً للمستقيل ثائر أحمد لتولي مهمة قيادة الفريق في منافسات الدور الممتاز لمواكبة التطورات الحاصلة في عالم التدريب أقيمت في محافات بابل دورة تدريبية شارك فيها 23 مدرباً تضم برامج حديثة تطبيقية نظرية وعلمية في عالم كرة القدم بمشاركة 23 مدرباً من منطقة الفرات الأوسط وبغداد وبرعاية الاتحاد المركزي لكرة القدم واتحاد فرع بابل أقيمت الدورة التدريبية في أتبي لكرة القدم تضمنت الدورة محاضرات نظرية وعملية اختصت في آخر ما واصل إليه علم التدريب حاضر في الدورة المحاضر الآسيوي واللعب الدولي السابق رحيم حميد حقيقة إحنا مهيئنا كل الأجواء المثالية والمستلزمات تظهروا لإقامة الدورة أيضاً بهاي المناسبة نشكر مديرة الشباب الرياضة على إقامتها واستغلالنا للملعب وقاعة المحاضرات بمشاركة 23 مشارك من منطقة الفرات الأوسط وبغداد بالإضافة إلى محافظة واصد وبعدارة السيد المحاضر الدولي رحيم حميد هذه الدورة تضمن يعني برامج بها نوع من النظري والعمل اليوم بدينا أول وحدة عملية الصباح وإن شاء الله بعدها عندنا الجانب النظري الوحدة العملية تهتم بالجوانب الحديثة بكرة قدم اللي الآن تلاحظ التطور الكبير يمر بمجال كرة القدم المشاركون في الدورة أبدوا سعادتهم لهكذا دورات لما يمتلكه المحاضر من معلومات قيمة في علم التدريب متأملين من المعنيين بشؤون كرة القدم تكثيف هذه الدورات الدورة التدريبية فيها تطوير للمندربين يعني مهارات اللاعبين تطوير هواي أمور عدة أمور للاعبين الأكاديميات للاعبين الأندية للاعبين المنتخبات أتمنى الموافقية للمدربين الحاضرين الحمد لله والشكر يعني شفنا تنظيم جيد من قبل الاتحاد الفرعي في بابل يعني الدورة الحمد لله تألف من المدربين معروفين عن نطاق العراق إن شاء الله نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى إن أحد المدربين الذين رشحوا من قبل الاتحاد الفرعي لكرة قدم في محافظة واسط للدورة التدريبية في أتبي في محافظة بابل بإشراف المحاضر الآسيوي رحيم حميد وتهدف هذه الدورة إلى تطوير المدرب يشار إلى أن هكذا دورات تدريبية فضلا عن كونها تغني المتدربين هي أيضا تعطي حافزا للمزيد من العطاء من بابل إيمان محمد العراقية الرياضية قرر مشرف مباراة آليات الشرطة والجيش في دور كرة القدم الشاطئية عدم خوض اللقاء لعدم وجود إعلام الزاوية وشباك المرمى بعد رفعها من قبل فريق مصاف الوسط لعدم دفع فريق الجيش مبلغ قدره خمسين ألف دينار نتابع مبلغ بسيط من المال تسبب بإلغاء مباراة الجيش مع آليات الشرطة في الجولة الثانية من الدور الممتاز بكرة القدم الشاطئية القصة بدأت عندما اتفقت الأندية المشاركة على جمع مبلغ خمسين ألف دينار من كل نادي المشارك لعادة تأهيل ملعب الوزارة الذي سيحتضن المباريات فريق الجيش رفض إعطاء المبلغ مبينا إنها مسؤولية اتحاد الكرة بتوفير كافة المتطلبات لإنجاح البطولة هذا فريق المصافي ردنا نحشى على الاتحاد لأن كله في الحالة جاب يابا أنا راح أعين الشاطئية وراح أعين الشاطئية وأجيب شبش أجيب أعلام أجيب أجيب جابهم فبعد ما جابهم طبعا اللي نقلم يابا انتفقتوا يا المدربين كل مدرب يضطي خمسين وإذا ما يضطي خمسين ما خليه هي هي الرياضة هي هي الرياضة هساني فريق جاي وهي الأسعاف شو صورها أنا مطلع أسعاف صور الأسعاف صورها مطلع أسعاف من الصبح وإحنا نادي جديد على اللعب يعني ما نشوف الفرق يعني أنت الوزير مكلف الاتحاد الاتحاد مكلف الفرعية اللجان الفرعية ما نشوف يعني مثل الشرطة ما تشترك الجوية ما تشترك الفرق الكبيرة يعني النجوم ما مهتمين يعني ليش بس إحنا هنا ما مهتمين أغلب ذول اللاعبين يشتغلون عمالة كلهم كسبة أنا جايب من الشغل وجاي أنت تجي هنا نتشيل للرايات ما تخلينا لعب دوري دور العراق نشيل للرايات وتروح رفض الجيش لدفع المبلغ المالي دفع فريق مصاف الوسط لرفع أعلام الزاوية وشباك المرمى هذا الأمر أجبر مشرف المباراة لاتخاذ قرارا بعدم خوض اللقاء لعدم صلاحية الملعب بغض النظر عن اتفاق الأندية فيما بينها حول جمع الأموال الشغلة الخمسين أنا ما أعرف بها أنا كمشرف أجيت لقيت الملعب ما جاهز الملعب لازم بيه أعلام والركنية وأعلام مطقة الجزاء وشباك والفريقين جاهزين لهذا يعني قررت بأنه ما قل مباراة لعدم جاهزية الملعب للتحاج والتحاج يقرر بهم أنهم معطيات إذا وعدهم معطيات بأنهم موافقين على كل فريق كل فريق بأنهم ما أخذ فأني أنقل اللي صار وهم يتخذون إجراء قرار إلغاء المباراة أثار العديد من التساؤلات حول دور لجنة الشاطئية من هذه الأفعال وكيف لها أن ترتقي باللعبة وهي عاجزة عن توفير أبسط المستلزمات لإنجاح مسابقة الدور الممتاز خمسون ألف دينار تتسبب بإلغاء مباراة الجيش مع آلية الشرطة في الدور الممتاز ليثير هذا الموضوع العديد من التساؤلات حول كيفية الارتقاء بالرياضة الشاطئية وهي تفتقر لأبسط المقاومات مصطفى عصام العراقية الرياضية توجى فريق الكوت بكرة القدم لفئة الناشئين بطلا لأندية المحافظة بفوزي على فريق الجهاد بثلاثة أهداف لهدف واحد تفاصيل أوفى مع ميثاق الزريجي فريق الكوت يتوج بطلا لأندية محافظة واسط لكرة القدم لفئة الناشئين دون سن 17 عام إثر تفوقه في مواجهة الختام على فريق الجهاد بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف ضغط سريع مارسه لعبو الكوت عند بداية الشوط الأول أسفر عن إدراك هدف السبق في اللقاء بواسطة صباح مهدي لتشهد معظم دقائق هذا الشوط تكافؤ النسبيا بين الطرفين من خلال الاستحواذ وتبادل الهجمات الشوط الثاني سجل بداية سريعة لفريق الكوت الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق حسن جمال ليقلص الفارق بعدها الجهاد بواسطة ركلة جزاء ترجمها داخل الشباك مقتدع لي وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة عزز فريق الكوت تقدمه بالهدف الثالث مثل ما يعرف الجميع هذا الفريق لعب عدة مباراة مباراة تصفيات فاز في خمس مباراة وأيضا في مباراة النصف ومثل ما وعدنا جماهير الكوتاوية بأن اللقب سيكون من من نصيب فريقنا هذا الموسم التالع على التوالي جاي نوصل للنهايات نتعرقل بالنهاي فيكوس القدم حم يوم إليك ويوم عليك وإن شاء الله راح نخرج أجيال وجهود اللاعبين حققنا بطولة الدول المحافظة والحمد لله مضع التعب على الخالي بلاش ونطمح للأكثر والأكثر الحمد لله وشكر هذا حال كرات القدم فوز وخسارة قدمنا مباراة جيدة بطولة الدوري وبطولة قوية وندية كبيرة والحمد لله وشكر حققنا الثاني على المحافظة حصلت على هداف الدوري بـ 12 هدف الحمد لله وشكرنا أطمحنا للاعب اللي كوت لنادي الخط الأول توفيق من رب العالمين إن شاء الله الحمد لله قدمنا مستوى رغم خسارتنا في النهاي حققنا الثاني على المحافظة إنجاز يليق باسم نادي الجهاد يذكر بأن هذه البطولة التي نظمها الاتحاد الفرعي لكرة القدم في وسط شارك فيها أثنى عشر فريقا معتمدا من عموم المحافظة حيث استمرت مواجهاتها على مدار شهرين مواهب وقامات كروية وعدة وجديدة وما أفصحت عنه منافسات هذه البطولة التي خطف لقبها بالجدارة واستقاق فريق الكوت بالمحافظة واسط العراقية الرياضية ميثاق الزريجي تشهد محافظة المثنى انتشارا كبيرا لأكاديميات الفيات العمرية بكرة القدم بغية اكتشاف المواهب الكروية وتدريبهم لصناعة نجوم المستقبل وفق الأسس الصحيحة لكرة القدم الحديثة شهدت محافظة المثنى مؤخرا ازدياد أعداد المدارس الكروية للفئات العمرية بهدف اكتشاف المواهب الجديدة لتكون نواة للأنذية والمنتخبات يعني احنا نحكي عن المدرسة الكروية اللي عدنا احنا نحن نعاني معانات يعني فيما يخص اذا سيتقيم مباراة الفريق معين لازم اجيب بما يوازي من مستوى وهذا تقريبا ما موجود لكن عدمان فتحة الأكاديمية بالإمكان يعني يصير تنافس حقيقي بين الفرق الأكاديميات الموجودة بالمدينة رحنا كمعايشة كمدربان للأكاديمية مع نادر نصري الاماراتي وقدرنا نجري تعاون مع نادر نصري الاماراتي ورح ناخذ كدفعة أولى 12 لعب من المحافظة ومن الأكاديمية الإعداد الجيد وفق الأسس والمناهج التدريبية العالمية هو ما تتبعه معظم هذه الأكاديميات والمدارس الكروية والتي أظهرت للنور العديد من اللاعبين المميزين أولادات جارية حول استعقاقات المقبلة وطبعا ودي أكاديمية راح تحتضن الأولاد يعني أحسن ما يكون مقاهي الشارع يحتضنهم بأكاديمية وإن شاء الله يقدرون يخدمون المحافظة استعدادات جارية على قدم وشاق للإستحقاقات المقبلة من بطولات إن شاء الله نخدم المحافظة إن شاء الله نمثل المنتخبات الوطنية وإن شاء الله نكون رافض مهم للفرق والأندية في محافظة الموزل وتبقى هذه المواهب بحاجة إلى رعاية واهتمام من قبل الجهات المعنية من أجل استقطاب اللاعبين ويتهيير أجيال من لاعبي كرة القدم بدنيا وفنيا وذهنيا لإيجاد قاعدة من المواهب تكون نواة للأندية الرياضية لقناة العراقية الرياضية فرس الوهامي المثنى تاهل منتخب سيدات العراق إلى ربع نهاء غرب آسيا لكرة الطائرة بجدارة واستحقاق بتغلب على سيدات سوريا بثلاثة أشواط لشوط واحد في ختام الأدوار التمهيدية ليحصد المركز الثاني في المجموعة الأولى حيث سجلنا ثلاثة انتصارات وتعرضنا لخسارة واحدة في الدور التمهيدي من المرشح الساخن لنيل اللقب المنتخب اللبناني مشاهدين الحديث أكثر حول مشاركة منتخبنا الوطني للطائرة في بطولة غرب آسيا ينضم معنا المدير الإداري للمنتخب ساسانغورغيس أهلا بك كارتن حدثنا عن مشوار المنتخب فوزين وخسارة هل هذا ما كنتم تسعون إليه أم طموحكم ربما كان أكبر من هذا رياضية العراقية طبعا تحضيرات الفريق كانت جيدة وكان الهدف من المشاركة هو الوصول إلى الدور النصف الميائي وحاليا الأمال تتحقق حققنا ثلاثة فوز وخسارة استطاع الفريق الوصول إلى دور ربع النهائي الفوز الأول كان على المنتخب السعودي ب ثلاث عشواد بدون مقابل والفوز الثاني على المنتخب الفلسطيني أيضا بثلاث عشواد بدون مقابل استطاع الفوز أيضا على المنتخب السوري بثلاث عشواد وحد وتعرض المنتخب إلى خسارة مع سيداء لبنان يوم غد إن شاء الله في السياة الثانية ظهرا عندنا مباراة مع المنتخب الكويتي إن شاء الله طموحنا كبير بالسيدات العراق والتحقيق الفوس على المنتخب الكويتي والعبور إلى الثور النصف النهائي عن جدارة كابتن أسألك عن استعداداتكم لمواجهة الكويت والعبور إلى المرحلة الأخرى المنتخب في كامل استعداداته أم هناك غيابات أو إصابات في مواجهة الكويت نعم قبل قليل انتهينا من استحضرات الوحدة التدريبية اليوم كان جميع المنتخبات كانت في الاستراحة فريقنا الجاهز من جميع النواحي أدنا إصابات طفيفة لكن المدرب باستطاع أن يرطب أوراقة لخوض المباراة يوم غادة مع المنتخب الكويتي وإن شاء الله الفريق جاهز من جميع الجوانب من أجل الفوز والعبور إلى المرحلة الثانية كابتن أين يضع جمهور البطولة وكذلك الإعلام منتخبنا الوطني النسوي لكرة الطائرة يعني مرشح لحظل اللقب أم فقط هو منافس مع بقية المنتخبات التي ترشيحها وتفضيلها ربما أكثر من قبلهم هناك منتخبات قامت بإعداد من جميع الجوانب هناك فريق لبنان مرشح الأول للفوز باللقب وأيضا المنتخب الأوردني أيضا وأيضا فريق العراقي من أبرز المرشحين لنيل البطولة إن شاء الله المرحلة المباراة الغد سوف تكون مفتاح من أجل العبور إلى المرحلة النصفة النهائية وبعدها للمباراة النهائية إذن المدير الإداري للمنتخب الوطني النسوي للطائرة كنت معنا عبر الهاتف من الأردن الكابتن ساسان جورجيس أشكرك شكر جزيل بمشاركة واسعة في منافسات بطولة العالم للهوات والمحترفين لكمال الأجسام والتي قيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة تمكن العراق من تحقيق نتائج طيبة في وزن 75 كيلوغرام بالبطولة بطولة العالم للهوات والمحترفين لبناء الأجسام في الفجيرة لهذا العام امتازت بحسن التنظيم فضلا عن المشاركة الواسعة لللاعبين مما زاد من حدة التنافس بين اللاعبين والمدربين وكذلك الجمهور هذه البطولة فعلا هي واحدة من البطولات لعلى أجندة اتحاد الدولي تعتبر على هرم اتحاد الدولي طبعا هذه أول بطولة للمحترفين تقام في إمارة الفجيرة أو حتى ممكن نقول في الوطن العربي بهذا المستوى بهذا الكبر الحمد لله جاءنا لاعبين مشاركين محترفين وهو من جميع أنحاء العالم في من روسيا ومن العراق ومن سعودية ومن جميع أنحاء العالم من السويد وبرازيل وغروبا والحمد لله رب العالمين كان جدا جميلة صحيح اللاعبين العراقيين لعبين متميزين وسود الرافدين وفعلا هم متواجدين معنا في كل بطولة وكان لهم نصيب الأسد كمان في بطولة الهواليون والحمد لله رب العالمين الله وفقهم والعراقيين وإحنا كنا واحد في مركب واحد على عقبتهم مشاركتهم كانت قوية جدا العراق فاز بمركزين في فئة وزن 75 كيلوغرام عبر مشاركة فردية وجهود ذاتية في بطولة العالم للهوات طبعا شاركنا من العراق بطولة الفجيرة العام قيمت في اسبانيا والسنة قيمت في الفجيرة طبعا هي بطولة عالم أقل وزن بها 75 أنا وزني سبعين الحمد لله وشكر نافست ويهل 75 وجبت مركز سادس ورفعت العالم العراقي والحمد لله وشكر هذه أول مشاركة لي في هذه البطولة والحمد لله وشكر قدرت أنافس على 75 حققت الإنجاز الأول في حياتي هو المركز الخامس اللعبة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة ويحتاج إلى مادة ويحتاج إلى دعم للاتحاد ويحتاج إلى دعم من الاتحاد العراقي باسم الفضي العراقية الرياضية الفجيرة لمشاركة أكثر من فيتي لاعبا نظم الاتحاد المركزي لكمال الأدسام بطولة لفيتي الشباب والماستر في محافظة النجر البحث عن روافد جديدة للمنتخبات الوطنية الاتحاد الوطني لكمال الأدسام واللياقة البدنية ينظم بطولة العراق للشباب والماستر في محافظة النجف الأشرف لاختيار لاعبي المنتخب الوطني لتمثيل البلاد في المحافل الدولية يتم من خلال البطولة اختيار اللاعبين من قبل سادة المدربين اللي يمثلون البلد في البطولات الدولية العراق قمت لخامات كبيرة من أبطال بناء أسام طبعا هذا دليل على النتائج اللي حققها العراق في البطولات الدولية في بطولة آسيا 2021 حصل العراق على المركز الأول فرقيا كذلك في بطولة آسيا 2022 حصل العراق على المركز الأول فرقيا الحمد لله مستويات جيدة جدا وأحنا طبعا نستفيد من مستوياتهم طبعا في البطولات الأساتذة كبار السن في البطولات الدولية وبعد يعني فأقل من ساعة إن شاء الله تنطلق فعاليات بطولة أندية العراق للشباب البطولة حتتكون من عشر أوزان إن شاء الله والشباب هم رافض حقيقي للمنتخب الوطني وقد شارك في بطولة كمال الأجسام مئتي لاعب لاختيار الفائزين منهم لتمثيل منتخبين الوطني عدد اللاعبين جدا يعني جاوز الميتين لاعب من الفئتين وأيضا شارك في هذه البطولة حكام ومدربة حكام دوليين دوي شهادات تحكمية دولية إذا كانت بطولة عراق أو حتى لو كانت بطولات فرعية راح يقيم الاتحاد أو اللجنة المختصة باختيار أفضل الموجودين لتمثيل البلد خارج البلد نحن كل بطولة دولية نشارك في فريق جديد يعني يتفاجئون من الروح يشوفون دائما يسونوا يقولوا هاي شنو مو نفس الاساسم كل بطولة عدنا فريق جديد والقاعدة هذا يدل على توسع القاعدة ويدل على التخطيط الصحيح للاتحاد العراقي الوطني بنال السام هذا وتتوالى البطولات المقامة في النجف بعد غياب دام سنوات طويلة بطولة العراق غابت لأكثر من 20 عام عن هذه المحافظة والحمد لله اليوم هذا الكرنفال الكبير ضمن نشاطات الاتحاد من جانبهم أثنى اللاعبون على جهود منظمي البطولة والكوادر التحكمية مؤكدين على أن هذه الرياضة في تطور مستمر ومو شاء الله فالتغتيب حلوة السنة يعني التقنية عالية والاتحاد مقصر لقناة العراقية الرياضية منتظر الشريفي النجف الأشرف شاهدنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينظم معنا مباشرة رئيس اتحادي كمال لدى سام فائز عبد الحسن أهلا بك كابتن حدثنا عن هذه البطولة بطولة الشباب والماستر في النجف كيف كانت وكذلك عن عدد الأندية المشاركة فيها مساء الخير حياك الله مساء الخير عليك سيدا ضياء وعلى الكادر وعلى الأخوان المشاهدين طبعا بطولة النجف بطولة الشباب والماستر من الإنشاطات الاتحاد الكبيرة التي يحرص عليها الاتحاد في قامته بتنظيم جيد من ناحية التحكيم والإدارة فبعدنا انقطاع فترة طويلة عن قامته في محافظة النجف الحمد لله قلناه في محافظة النجف مشكور الأخوان في محافظة النجف الأستاذ حسين عكايش رئيس الاتحاد وكل الأخوان اللي ساهموا على نجاح البطولة طبعا كانت بطولة مميزة كان عدد الفرق المشاركة تقريبا أكثر من ثلاثين فريق واللاعبين المشتركين يعني عبروا المئتين لاعب مستوىات كانت جدا راقية ومستوىات قوية وكان عندنا شباب يعني واعدين لتنفيذ المنتخب ورفض المنتخب الوطني بالمشاركات في البطولة الدولية كابتن هناك مواهب جديدة من خلال هذه البطولة تم اكتشافها من قبلكم ومن قبل المتخصصين طبعا العراق يمتلك خامات كبيرة يعني باحتبار انه العراق من البلد اللي عدده جينات جميلة بنا لسام فاحنا حقيقة كل بطولة نشترك بطولة عالم بطولة آسيا بطولة عرب انه نشترك بفريق يختلف عن الفريق اللي قبله مثلا وهاي طبعا كل الدول يعني انه يقولون انتم كل سنة ستركون فريق جديد وكل الفرق اللي تشترك واللاعبين يجبون اوسمة ويجبون ويحقون اجازات كبيرة فهاي السنة كانت توجد مسويات من الشباب مسويات واعدة يعني تمتلك الخامة والجينات والعضلات الجميلة والتناسق العضلي فأكيد رح يكونون رافض وداعم للمتخب الوطني ان شاء الله كابتل لماذا تم اختيار محافظة النجف لإقامة هذه البطولة ضمن خطة الاتحاد في توسيع اللعبة بعيدا عن العاصمة مغداد واختيار محافظات اخرى والله حقيقة يعني من ضمن خططنا احنا كاتحاد انه نشط رياضة بناء السام في باقي المحافظات قلنا البطولة في محافظة النجف بعد انقطاع اكثر من 20 سنة عن اقامة نشاط بناء السام في محافظة النجف ايضا قبل كم يوم عملنا نشاط في محافظة الرمادي بالتعاون مع كلية الرافدين دعم اللاعبين في محافظة الرمادي وكذلك محافظة النجف وكل محافظة العراق فهذا من دور الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيحه في باقي المحافظات هذه البطولة هي اخر نشاط لكم كابتن خلال هذا العام او خلال عفوا هذا العام كذلك اسألك عن مشاركات الاتحاد المقبلة في البطولات الخارجية والله احنا ان شاء الله يوم 24 و25 و26 يقيم الاتحاد الدولي والاتحاد الدولية بالتعاون مع الاتحاد العراقي وجامعة وكلية الاسراء مشكورين على اقامة نشاط دورة دولية ليفل وان اللي تعتبر اقوى دورة يقيمها الاتحاد الدولي راح تنظم بالعراق من ايضا محاضرين عندنا محاضر اسباني ماريوسيوس راح يكون هو احد المحاضرين وكذلك المحاضر طارق خليل محاضر من دولة المملكة الاردلية وايضا عدنا بطولة الشباب راح تكون في منتصف شارط معيش ان شاء الله يعني هذا على المستوى المحلي اما المستوى الدولي لا ان شاء الله السنة المقبلة راح يكون عندنا ينزل منها جمالتنا مال الاتحاد العام الفين وثلاثة وعشرين احنا نضح خطة يعني للعام الفين وثلاثة وعشرين خطة مسبقة بقامة البطولات وكذلك تهيئة المعسكرات اللاعبين اللي حيمتنون البلد في بطولة عرب وآسا وعالم طبعا تعتبر من اهم البطولات اللي هي بطولة آسا والعالم احنا حريصين جدا على انه مشاركة في بطولة آسا والعالم وتحقيق الانجاز احنا الفين واحد وعشرين حمد لله قدر المتخب الوطني افطال اسود الرافدين انه نحقق المركز الاول فرقيا في بطولة آسا الفين واحد وعشرين والحمد لله وشكر سمرة الانتصارات الفين واثنين وعشرين ايضا قدروا افطال الرافدين بتحقيق الانجاز وان شاء الله عازمين على تحقيق الانجاز بطولة آسا لالفين وثلاثة وعشرين ان شاء الله طيب كاتل من خلال عملكم وتنسيقكم مع الجهات الخارجية ليس حصرا الداخلية لديكم نية في استضافة بطولات عربية وآسيوية وعالمية في العراق في الفترات المقبلة والله هذا اكيد اذا ما رح يكون اكد دعم يعني من قدر وزير رياضة والشباب الاستاذ احمد فاكيد يكون صعب علينا فان ان شاء الله ايضا رح يكون عندي لقاء بهذا الاساس انه نحاول ننظم بطولة دولية في العاصمة الحبيبة بغداد طبعا انا كلمت رئيس الاتحاد الدولي دكتور رفايل سانتوغي باعتبار نائب رئيس الاتحاد آسيا انه احنا العراق قادرين وعدنا القاعدة الرياضية ونقدر انهيه وننظم بطولة دولية وعدنا الامكانيات ان شاء الله رياضية وايضا كبنى تحتية على تنظيم بطولة دولية بالعراق ان شاء الله اذا رئيس الاتحاد كمال الاتسام الكابتن فاز عبد الحسن اشكرك شكر جزيلا توجى فريق ناشئة الحجد الشعبي بكرة السلة بلقب بطل دور الناشئين المصاحب لدور الممتاز بفوزه في المبارات الاخيرة على فريق نفط الشمال بستين نقطة مقابل سبع وعشرين وقيمت المبارات في قاعة الشعب وحضرها رئيس الهيئة الادارية لنادي الحجد الشعبي خالد قبيان الذي ثمن الدور الكبير الذي حققه الملاك التدريبي تحت قيادة المدرب علي عبد الامير اقام الاتحاد الفرعي لكرة السلة في ديالا بطولة المحافظة الودية للفتيات بمشاركة اربع فرق لهدف تطوير الرياضة النسوية في المحافظة والمساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية ورفض الاندية والمتخبات الوطنية بالمواهب الجديدة اقامت منظمة حلم بالتعاون مع الاتحاد الفرعي بكرة السلة بطولة ديالا الودية للفتيات بمشاركة اربع فرق من الخالص وجلولاء والشهربان وفريق بلاد الرافدين بهدف تطوير الرياضة النسوية في المحافظة والانضمام بحملة مواجهة وطورة آفة المخدرات في المجتمع الفرصة هاي تمثلنا انه احنا بث الشباب العراقيين او الشابات والعوائل العراقية انه اكو رياضة كرة السلة نسوية انه اكو مواهب قاعدة تطلع للساحة العراقية ان شاء الله ونتمنى من العوائل ادعنا نقوم اليوم بالتعاون مع الاتحاد المركزي لكرة السلة فعالية الرياضية الهدف منها توعية الفتيات حول مخاطر الادمان والتعاطي فشارك في هذه البطولة اربع فرق من فئة الطالبات الشابات وهذه البطولة هي فرصة للمشاركين لتطوير قدراتهم البدنية والرياضية واكتشاف مواهب وطاقات الشابة يمكن من خلالها ربض الاندية والمنتخبات الوطنية في مجال كرة السلة لاسيما والنذيارة تفتقر لقامة فتل هكذا نشاطات نسوية وقد حصد فريق بلاد الرافدين المركز الاول في البطولة بعد تغلبه على نادي شهر بان هناك جهات داعمة لهذه الشريحة فالمنظمات الانسانية لازم يكون الهدور مع الشباب وبالتالي احنا هميا كجهة رياضية نحب ان ننشر الرياضة النسوية وكرة السلة بصورة عامة فرصة للمنتخبات الشابات نكتشف بها مواهب جديدة نرفضها الى منتخبات تربية ديالة ونادي شهربان يبثل هذه البطولة جاءت هذه البطولة الودية بكرة السلة الفتيات والتي نظمها الاتحاد الفرعي في باقوبة لتطوير الرياضة المسوية واكتشاف مواهب جديدة ممكن الاستفاد منها في المستقبل ولمواجهة خطورة آفة المخدرات في المستمع من محافظة ديالة وريد المعموري على راقية الرياضية اختتمت في محافظة البصرة فعاليات المهرجان الرياضي السنوي باتحاد ألعاب الشرطة الذي يضم عددا من الفعاليات الرياضية المختلفة اختتمت في البصرة فعاليات المهرجان الرياضي السنوي لبطولة وزارة الداخلية لمشاركة مختلف مديريات الوزارة بحضور شخصيات ومراتب اضم المهرجان عددا من الفعاليات الرياضية مهرجان الرياضي السنوي الذي يقيمه اتحاد الشرطة الرياضي وبالتعاون مع مديرية العاب الشرطة بهذا المهرجان الذي ضم فعاليات كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد والقوة البدنية وكرة القدم التصفيات والحمد لله كان مهرجان رائع وتوجت البصرة في المباراة النهائية بكرة اليد بفوزها على فريق السماوة بنتيجة تسعة هداف لمقابل خمسة هداف المهرجان الذي يأتي ضمن نشاطات مديرية التدريب البدن مدعوما من وزارة الداخلية يرمي الى رفع مستوى اللياق البدنية لمتسب الوزارة صلت الضوء على مستويات ومواهبة رياضية شرطوية نظمت نديري شهد محافظة البصرة بطولة وزارة الداخلية لكرة اليد والحمد لله والشكر تم الحصول على اللقب للمرسات ساعة التوالي وذلك بجهود سيد قاد شرطة المحافظة وسيد مدير الألعاب وضابط الألعاب وكافة المنتسبين شاركنا في هذه البطولة المقامة في البصرة خدنا المركز الثاني هذه على التوالي جاي نصعد المباراة النهائية اللي علينا قدمناها الحمد لله والشكر كان تنظيم كلش رائع مع أسباب أخطاء تحكيمية والحمد لله والشكر نقول مبروك للبصرة وهارد لك إن شاء الله نحمد الله ونشكرا أنه احنا قدرنا نحافظ على اللقب للمرة التاسعة تواليا نشكر الحضور الكريم نشكر قيادة شرطة البصرة اللي دعمهم هذا المهرجان السنوي إن شاء الله فريق عازم حتى يحافظ على هذه البطولة للعاشرة والهدعش والاثنعاش مستويات كبيرة وإداء مبهر قدمها منتسب وزارة الداخلية بنسخة هذا العام للمهرجان السنوي والذي شهد تنظيما جيدا ودعم كبير لقناة العراقية الرياضية محمد حسن البصرة تمكن فريق وسام المجد من حصد لقب بطولة دور العراق بكرة السلة البراليمبي بعد انتصاره على فريق لجنة ذيقار وسام المجد ولجنة ذيقار امسك طرفي المباراة الختامية في دور العراق بكرة السلة البراليمبي بعد ان اشتازها الفرق الاخرى بنتائجهما الايجابية خلال ايام المسابقة التي شهدت تواجد عناصر شبابية رفعت من اداء الفريقين اعتقد وصول لجنة فرعية للنهائي هو انجاز كبير للجان الفرعية والعاملين والقائمين على هذا اللجان نتمنى انه خلال هذه الفترة ان نحصر عن نتائج متميزة ولاعبين متميزين احنا عندنا نشوفها كلاعبين جيدين جدا خاصة من فئة الشباب زجوا خلال عام 2021 اكثر من سبع لاعبين او ست لاعبين من الشباب للمنتقب الوطني بطولة دور العراق الكرة السلة على الكرة المتحركة بمشاركة ست فرق خمس الجان فرعية ونادي واحد نادي وسام المجد ونادي وسام المجد نعتبره هو نادي الام للاعبين المعاقين بكافة اللعب البطولة باسم المرحوم دور العراق باسم المرحوم فاضل عبد الرضا بن يان اللي هو يعتبر من مؤسسين او لجدة الحكام بالاتحاد التركيز العالي والحذر الواضح استخدمه الطرفان في انطلاق اللقاء ما جعله يأخذ منحا اخر في الاستحواذ على الكرة لتسجيل النقاط والتي مالت برياحها اكثر لفريق وسام المجد الذي عرف من اين يؤكل كتف الانتصار للفترات الاربع ليبتعد بالنتيجة باثنتين وستين مقابل تسع واربعين نقطة للجنة ديقار مبروك لنادي وسام المجد بالمركز الاول وهذا ما اجد من فراغ اجد من جهد تدريبي ولاعبين والحمد الله والشكر قدمنا مبرات جيدة لكن ما حلفنا الحظ مع فريق وسام عندنا اخطاء بالفارشوت خطأنا هواي اكثر من 2800 فالشوت هي هاي سبب الاخطاء الشاطر وسام المجد حصل على المركز الاول والمتابر فريق لجنة ديقار حصل على المركز الثاني اما لجنة كاركوك فحصلت على الترتيب الثالث زيد غالب العراقية الرياضية بغداد افتتحت كلية الفنون الجميلة ابوابها لعدد كبير من الطاقات الشبابية الواعدة التي لها اهمية كبيرة في مجتمعنا لتطويره نحو الافضل من خلال تقديم الكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية حقيقة اليوم شاهدنا ابداع شبابي عراقي متميز وهذا مغريب على الشباب العراقي اليوم مهرجان المواهب الشبابية للفنون هو احدى المواهب الشبابية التي تهتم بها وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة اسست مركزين لمراكز المواهب الرياضية والشبابية وطبعا في كل المحافظات ان شاء الله احنا داعمين من الشمال الى الجنوب لكل شبابنا الغالين المهرجان مثل ما شفتوا انت هذا مهرجان مختص ودعم المواهب توصن المواهب الشبابية دعمهم واسنادهم اظهارهم اظهار مواهبتهم احنا عدنا وبالاخص انها هي هاي المواهب هي ما طلاب كلية الفنون جميلة لا يعني مواهب بس مواهب في طلبة الهندسة في الطب في العلوم فجمعتهم الفكرة مات انه جمعتهم سويت لهم هذا المهرجان بل اطورت الفكرة سويتهم فريق فريق صور فريق راح اطورتها راح اصبح مؤسسة لدعم المواهب مشاهدين النشرة مستمرة وتشاهدون فيها قطر تفتتف مونديالها الكروي ويوم غد ثلاث مواجهات ابرزها لقاء انجلترا وايران بعد 12 عاما من فوزها بشرف تنظيم كأس العالم حققت قطر نقلة نوعية كبيرة في التحضير لتنظيم المونديال من خلال وعد صادق قدمه الملف القطري بأن تكون هذه البطولة نقطة اشعاع للبطولات ودليلا يمضي على اثره التطور في تنظيم البطولات بعد ان اعلنت ان البطولة ستكون لكل العرب وليست فقط لقطر قطر دولة عربية خليجية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب اسيا مطلة على الخليج العربي عاصمتها الدوحة حدودها البرية مشتركة من الجنوب مع السعودية وبحرية مع الامارات والبحرين تحكم قطر اسرة آل ثاني منذ منتصف القرن التاسع عشر ونظام الحكم فيها هو امارة وراثية دستورية اقتصاديا تعد قطر من الدول المرتفعة الدخل التي يدعمها ثالث اكبر احتياطات العالم من الغاز الطبيعي وثالث عشر اكبر احتياطيا مؤكدا للنفط حيث تصنف ذات تنمية بشرية عالية جدا اذ انها احدى الدول العربية الاكثر تقدما في مجال التنمية البشرية على مستوى احتضان البطولات تتبقى ساعات قليلة فقط على استضافة كأس العالم كأول دولة عربية تقوم بذلك فرضا عن احتضانها العديد من البطولات مثل دورة الالعاب الاسيوية لعام 2006 وكذلك حصولها على شرف استضافة نفس الدورة لعام 2030 واستضافة كأس آسيا 2011 وكذلك حصلت على استضافة بطولة آسيا لمنتخبات الوطنية العام المقبل من ناحية الالقاب تمتلك قطر لقبا واحدا في بطولة كأس آسيا مع ثلاث بطولات على مستوى الخليج ولقبا واحدا في بطولة غرب آسيا على المستوى الفردي حققت قطر نجاحا ملفتا من ناحية الميداليات الأولمبية بعد رفع حصليتها التاريخية إلى سبع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وأربع بروزيات جعلها تتقدم في جدول الترتيب العام لمشاركات العربية وتتحول من المركز العاشر إلى المركز الخامس إذ تعد دورة الألعاب الأولمبية الماضية في اليابان هي الأنجح في تاريخ مشاركاتها على الإطلاق بعد حصولها على ميداليتين ذهبيتين بفضل الصقر الذهبي معتز برشم والرباع الاستثنائي فارس إبراهيم أخيرا سيتحقق ما كان يعتبرها العرب حلما وسيكون الموعد مع حفل الافتتاح في ملعب البيت الذي سيستقبل الجماهير العالم ومنه ستصدر قطر صورة بلد عربي يدقن صناعة الفرجة والمتعة وكتابة تاريخ جديد للبطولة الأكبر والأعظم في تاريخ الرياضة العالمية مصطفى عصام العراقية الرياضية مشاهدين أن نوه إلى حضاراتكم بأن مباراة الافتتاح تجري حاليا بين المنتخب القطري والإكوادوري والتي يحقق فيها المنتخب الإكوادوري الفوز على منتخب قطر بهدفين للا شيء حتى الدقيقة الثمانين في هذه اللحظات إلى مباريات يوم غد الاثنين تجري ثلاث مواجهات تجمع الأولى بين إنجلترا وإيران ضمن منافسات المجموعة بي في الجولة الأولى على استاد خليفة الدولي وفي المواجهة الثانية يواجه منتخب السرغال منتخب هولندا ضمن منافسات المجموعة أي على استاد الثمامة وتختتم مواجهات الاثنين بلقاء منتخب هولز والولايات المتحدة الأمريكية على استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات المجموعة يغيب الجناح مارتين بويل على المنتخب الأسترالي في نهايات كأس العالم التي انطلقت اليوم بسبب إصابة في الركبة وقال جراهام أرنولد مدرب أستراليا أن غياب مارتين هي ضربة قاسية مع انطلاق كأس العالم مضيفا أنه كان جزءا لا يتجزأ من الرحلة للوصول إلى قطر قبل الختام أذكر بالعناوين الرياضة النيابية تكشف عن توجهها لتعديل بعض القوانين الرياضية التي تم إقرارها سابقة استعدادا لنهايات كأسي أسيا منتخب الشباب يباشر تدريباته في معسكر تركيا قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة للدور الممتاز الطلب يعلن رسميا تعاقده مع المدرب التونسي يامن الزلفاني قطر تفتتح مونديالها الكروي ويوم غد ثلاث مواجهات أبرزها لقاء إنجلترا وإيران وللمزيد من الأخبار وإبداء الأراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواطن الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستجرام هذه تحيات ضياء المرسول اشتركوا في القناة